قرر جهاز مكافحة الإرهاب تشكيل قوة خاصة لرزد أي محاولة لاستهداف مستشارية وبعثات التحلف الدولي في العراق وبحسب وثيقة سرية حصلت عليها بولينيوز فنقائد جهاز مكافحة الإرهاب وجه بتهيئة قوة تتألف من مقاتلين وعجلات وأسلحة وأعتداء تكون جهزة لأي طرء بأسرع وقت ممكن وتأمين الأرزاق وتكديس المياه التي تكفي لمدة شهر هذا وأكدت الوثيقة على ضرورة تفعيل الجهد الاستخبارية لرزد أي محاولة ليتلاقي صاروخ أو طائرة مسيرة لاستهداف مستشاري التحالف الدولي